فالقطب رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن يوسف طفيش يقول في تفسيره ميان الزاد في المقدمة تقريبا يعني في بداية تفسيره يقول إن عرضت لأحد شبهه يعني هو يقرأ القرآن وعرضت عليه شبهه وظن اختلافا يعني بسبب هذه الشبهه ظن أنه في القرآن اختلاف ظن اختلافا في شيء من كتاب الله قال الواقب عليه أن يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه وما ذلك إلا لنقصان قوة البشر يعني خلاصة كلامه أيها الإخوة والأخوات وأنهم تقرأون القرآن يقول من يقرأ القرآن وتوقف عند آية أو مفردة أو مفردة قرآنية وعرضت له شبهة يعني لماذا قال الله كذا وهناك آية مثلا تقول كذا فيظهر أن بينهم تعارض هنا يقول القطب رحمه الله اتهم أيها الإنسان عقلك يعني ما تلقي بالاتهام في القرآن إلى القرآن اتهم عقلك عقلك قاصر أنت ما فاهم الآيات ما فاهم معاني ما أعرف كيف توفق بين الآيات القرآنية وهنا في هذه الحالة لا تلقي بالتهمة إلى القرآن وإنما اتهم نفسك ولإزالة هذا اللبس اسأل من هو أعلم منك ليوضح لك الوقف الصحيح وليزيل عنك هذا الاعتراض وهذا اللبس الحاصل